فورين بوليسي فورين بوليسي بتقول لنا خبر مهم فورين بوليسي ما الذي يمنع مصر من التدخل في غزة ويتقال علشان الوضع الاقتصادي الصعب والأيام التي تعيشها مصر اللي فقدت كتير من ريادتها بسبب الوضع الاقتصادي خلاص مش حنعلق عليه كتير وبعدين هم قلقانين من يعني الشعب وا 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 ما علينا نيويورك تايمز سوء التقدير بين واشنطن وتهران قد يؤدي الى حرب اقليمية ده موضوع مهم جدا نقلته العربي واحد وعشرين سوء التقدير سوء تقدير المواقف ممكن نرى التفاصيل سوء تقدير المواقف بين واشنطن وتهران ممكن يؤدي الى حرب اقليمية في المنطقة تنزلق اليها ايران ودول اخرى في المنطقة الموضوع مش هيبقى محصور على ايران على اسرائيل وحماس او بعض المقاومة هنا او هناك في اليمن او في في لبنان او في العراق لا ممكن نشوف حرب كبيرة نشوف تفاصيل يا جماعة لا تماما ممكن نشوف حرب اقليمية كبيرة بين دول متعددة في المنطقة وده اللي قالته نيويورك تايمز ان مسؤولي الامن القومي بيخافوا ان سوء تقدير لدى الادارة الامريكية يمكن ان يؤدي الى صراع اقليمي والامر اكبر ويبقى بين دول متعددة بشكل لا يتخيلوا احد طيب مسيارة مبارح مسيارة ايرانية اقتربت من حاملة طائرات في الخليج واشتكت واشتكى قائد حاملة الطائرات في الخليج وقالوا ان قربوا مننا ان المسيارة الايرانية قربت بشكل غير مهني وشكل خطر وكان اقل من كيلو ونص بينها وبننا هو السؤال بس هما اذا الامريكان عندهم القدرة على التعامل مع المسيارات بتاعت اه اه الحوثيين في اليمن وبيسقطوها وبيسقطوا الصواريخ ليه ما تعاملوش مع المسيارة الايرانية واسقطوها يعني سؤال لهما بعده لماذا لا تتعامل قاتل امريكية الموجودة في الخليج حاملة طائرات شافت مسيارة اه ايرانية ليه ما الاتش انه يتم قصفها مثلا او انها تكون مسيارة انتحارية ليه ما تعاملوش معاها ليه ما اسقطوهاش السؤال يحتاج اجابة سفينة حربية بريطانية تتوجه للخليج دي سفينة حربية بريطانية جديدة بتتوجه للخليج يبقى كده الخليج فيه سفن بحرية من امريكا وبريطانيا وفرنسا كمان بتبعت وفيه تحذير امريكي من سلوك ايراني غير امن غير امن يعني ممكن يكون لجر المنطقة للحرب الاقليمية اللي اتكلمنا عنها شكرا شكرا